تعاطي وإدمان ثم التجارة هذه الخطوات تبدأ لدى تجار المخدرات الذي ينتهي الأمر بهم بسجن مؤبد أو اعدام هكذا يتحدثون بمرارة من تم إلقاء القفض عليهم وسيقضون ما تبقى من العمر بين أربع جدران في سجون مظلمة بسبب لذة أو نشوة لفترة قليلة 2016 تعلمت هذا المواد الكريستال لحده 2018 وورا 2018 قمت أتاجر بي داعش داعش 2016 القبض عليهم من قبل مقافحة مخدرات دياله فانحكمت 15 سنة قمت أتعاطي فمن تتعاطي المخدرات لازم عندك إمكانية إمكانية ما عندك فما جبوه تجيب تمشي تبيع سنجيب مثلا 20-30 غام تبيع منها وتبقي 5-6 غامات لك والباقي تبيع فقمنا شوية شوية قمنا نبيع لهم فيما أكد قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة دياله بأن القسم تمكن من اعتقال أكثر من 250 متعاطي وتاجر خلال عام 2020 وكميات كبيرة من المواد المخدرة وتم الحكم عليهم بأحكام مختلفة بين مؤبدا واعدام لأكثر من 100 منهم حيث تم شن حملة كبرى ضد تجار المخدرات والمتعاطين وإلقاء القبض على أكثر من 250 متهم والحكم عليهم بأحكام مختلفة في الحقيقة الكميات ارتفعت نسبيا عن السنوات السابقة حيث تم ضبط أكثر من 10 كيلوغرام من المواد المخدرة وما يقارب 185 قرص مؤثرات عقلية تتكاثر آفة المخدرات في عصر الحال وتنتشر في المجتمعات بسرعة هائلة وبطرق ووسائل متنوعة وتشتاح بآثارها القاتلة المناطق الفقيرة والغنية على حد سوى من محافظة ديال حسن الشمري التغيير الفضائية